طيب دعامة عشان نركبها المريض هي المحطة الاخيرة في فطر العلاج ماينفعش ان يجيلي مريض اركبه دعامة من اول طلب ليه او من اول شكوى من ضعف الانتصاب ليه لان دي عملية والعملية طبعا يعني نفضل دايما ان الحل الاول بيبقى حل دوائي فاشل الحل الدوائي يبقى الجأ الابراح يعني اجرب معها مثلا الفياجرا السيالس الليبيترا كل انواع البرشام ما نفعش نخش على الكريمات فيه كريمات موضعية في فتحة القضيب مثلا او حقن موضعية في القضيب او وسائل التفريغي لجزة الشفط وخلافه او اي وسائل مساعدة اخرى كل الكلام ده ما نفعش اغطار ان انا اعمل للمريض دعامة 50% من نجاح العملية يعتمد على الطبيب و50% يعتمد على المريض 50% المهود تقضى الطبيب ان هو تحضر المريض كويس قبل العملية والاجراءات الداخل ورفض العملية 50% المسؤولة على المريض اتباع تعليمات الطبيب في عبور 4 سباب على العملية لو المريض عنده سكر ما ينفعش ان الخالب يعمل العملية اقلقوا سكر التراكومي او سكر الخلوي بتاعه في حدود 7 او قاقاش يجي المريض يقولك انا سكري 190 ما فيش الكلام بسكر الدم ما يعنيناش ما بيديش قيم سبت ممكن يبقى المريض سكره نور ده 100 وبكرة 500 احنا بنعوز السكر الحلوي او التراكومي الاثنين مسامن حاجة واحدة لو سكره عالي دكتور سكر يزال بطهول لو فيه مشكلة في القلب دكتور القلب بدينا تقريب بانه ولا منع من اجراع الجراحة لان الدعامة بتاخد وقت قليل في الجراحة يعني جراحيا والبينج بيبقى نصفي وما فيش مشكلة من المجهود لان هو المريض بيعتمد على الدعامة في العلاقة الجنسية يعني مش هبقى فيه مشكلة عنده في مجهود البدني طيب لو المريض بياخد حاجة للسيولة نعدله ملف السيولة بتاعه طيب لو المريض عنده مشكلة في البروستاتا في المسارك البوليه نجد مضادات حيوية لحسن الوقت مريض جاهز دخلو نعمل العملية اشتركوا في القناة